اشتركوا في القناة على ضوء التحذيرات بعض السفارات الغربية بنواكشوت كالسفارة الأمريكية والفرنسية مع المناقشة هذا الموضوع محمد وللبار مفوض متقاعد مفوض قليمي متقاعد أهلا وسهلا بكم وشكرا لكم على قبول الدعوة والحضور على نقاش هذا الموضوع طيب بداية ماذا تقرأون في هذه التقريرات بسم الله الرحمن الرحيم أصلى الله على نبيه الكريم رب شرح لي صدري واسري لي أمن الحق ودمن ثاني أفقه قولي الحقيقة أن أنا شخص لا يتكلم على خبر النقاط اللي طرحته خبر التغييرات وخبر تحييرات الدول العربية لا بد من يبدأ عن قضية الأمن نفسه يكان هل التغييرات وقعت لأجلي الحد من الجريمة أو 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 أيضا تحييرات التحييرات الدول العربية نتجت عن نظر على أنهم نشاف تدهور الجريمة في موريتان هذه نقطتين نقول فيه من خبر التغييرات أن التغييرات كانت متوقعة لأنه من فيه بعض من كثير من فيه بعض من الأطور تقاعد حتى من السنة الماضية وما هجي حد يبله وفيه ولكثير كانت منتظرة و لا أظن أنها راجع لأن شيء جريمة طرعت ما كانت خالقة وانتشار جريمة وقع ما كان خالق ولكن الإدارة دائما الإدارة العامة دائما عندما تريد أن تعمل تغيير تنتهز الفرصة تشوف الشخص المناسب في مكان مناسب ممكن في هذه المدة كان يجوها التقارير وتعرف الأشخاص عرفت أن هذا الشخص أنه أولى هو بعودهم وهذا الشخص أولى هو هو بعودهم معناها أن فيه كي قلت لكم هذا كذا هو سؤال الموالي يعني منذر كان منقضوع الكفاءة هذا هو سؤال كان تراعي الكفاءة في التعيين الحقيقة الله تمت المراعات الكفاءة أنا يقول لك الحقيقة أن الشرطة في هذه الأيام والله في الأيام الماضية ومن العقدة اللي نحن فيها والله آخره ما هنا ما متمكن شخص حد قاعد يخبر يأخذ الكفاءة ويترك ويترك قال الكفاء لأبي لقد لأنها قليلة أصبحت وطرها هذه السنوات العشرة جاءتهم الموت وتقع بعضهم شفت توفى وبعضهم تقاعد أصبح ما هناك اختيار من كل حد ما تعجبوا عمل هذا يتركوا عنه أو يعملوا شيء من العقوبة ولكن هو نتيجة كي قلت لكم اللي أظهر النتيجة أنها كانت متوقعة باللي كثير من المواضيات اللي هم اللي هم داقة 6 شرور 7 ما فيه محد هون وهون إدارات ما فيه محد وفيه الإدارة الإدارة العامة نفسها فيها أشخاص تقاعدوا من هي نفسها عليك الأساس لا بد بالإضافة فم المفوضين كان يحق لهم عنهم يشركوا في التغييرات وينداروا على أماكن البعض يقول فم فيه مفوضين أنهم ما حضروا في التغييرات ذاهية والله ما شبروا أماكنهم خاصة عن فم أسماء شاب حضرت في هذه التغييرات البعض يشوف عنها ما عندها الأحاقية فعلا أنها تجبر التعيين والله الوقوف على وظيفة معينة وفم واحدين آخرين كانوا أقدم منها وأصحاب خبرة عندما تتبع كلام شرطة فيما بينها أو الناس اللي تعرفهم تجد تجد سباب إذا في مكان لم يحين أن يصل إليه لم يحين أن يصل إليه وهي أيضا وحدين أيضا عندما أقدمية ولم يأتباط في المكان لي يا الله ولكن على كل حال دراسة دراسة حقيقية أن هذا دراسة للتغيير يجعل ما هناك شيء جديد ما هناك شيء جديد من التوتر في الأمن أدى إلى هذا لأنها بل قلت لك قلت لكم عند الكلمات الأولى أن الإدارة طيب وفهمنا عنه تغيير تغيير طبيعي تعرف تعرف أشخاصها وتعرف أن هذا الشخص ياللي يعود هنا وهذا الشخص ياللي يعود هنا وهذا هو بعد اللي يظهر طيب تغيير تغيير طبيعي وكان متوقع حسب رأيكم روتيني كان مفترض عنه يطلق نظرا للحاجل يغير كون تنقبل أسماء شابة وتعود فيهم أصحاب خبرات ما يندار وهذا ما مواسين عنه فيه نوع من ظلم الباقي آخر من درا هاي اللي تقول أنتم أصحاب خبرات ما نقال ما نقال أنه أصحاب خبرات الإدارة العامة هي اللي يأتي يأتي أعتقد كل واحد وهي المسلطة الضوء على كل واحد فيه ميدانه لكن الميدان ممكن هي الجميع يأتي تقارير ويأتي أعمال يومية ممكن هي تعرف هي أكثر هي أنه تعرف أن هذا يسبوه عند الناس خبير عنده هي ما هو خبير أو عنده تصره آخر جانبي على الخبير ما يظل يكون يعود ما هو في ذلك المكان وهذا يرعى لا الإدارة العامة هي اللي تعرف هي اللي تعرف لو كان السؤال متروح للمدير العامة المدير العام المساعد يقول لك هذا بينك هذا بينك هذا نظرية العامة أن ما وقع شي يلفت النظر هذا التغيير اللي نعرف الشرطة ونعرف أشخاصها ما وقع فيه شي قليل يلفت النظر من خبر هذا تغيير شخص مناسب ما ندار المكان مناسب هذا قليل واحد في المئة هذا ينسند على تاريخ إدارة الأمن أو الشرطة الوطنية التاريخ مذن نشأتها هذا الجهاز الهام بالنسبة للدولة مذن نشأت هذا الجهاز والبعض يتحدث عن المحسوبية داخل هذا الجهاز والمحابات وعلى هذه الأشياء تتم التعيينات والترقيات والاستفادات إلى غيره من الأمور هل سلم هذا التغيير من المحسوبية وتلك المعايير التي يقال أنها موجودة داخل إدارة الأمن عندما ذكرت الإدارة العام أو الشرطة الوطنية ورجعتني به للوراء هذا هو اللي ما نحبنا أن نتكلم عليه رجعتني على تاريخها الشرطة الحقيقة الحقيقة أول الشرطة بدأت في موريتان 58 أول أول مرسوم عين مفوضة وحدة في المواذي وبعدها ما جاءت 61 62 مزاعد لا خمس من الواضي 62 64 مزاعد مواضيات قليلة ذلك النواة الأولى ما في ذلك الإدارة الأولى كأنها رضعت رضعت الشرطة كما ينبغي مع عقلتها هي قليلة ولكن الشرطة في ذلك الوقت تعرف ما لها وما عليها لأنها كأنها أرضعوها يقول الأوائل أرضعوها الشرطة كما هي ما يعرفه قاعد لا الشرطة كما هي ما يعرف ما طرأت عليها ما طرأ عليها من طرف نظام الموريتان اللي تجدد بعد ذلك ذلك الزمن كان ممكن حد يعرف كان الجريمة خالقة أو جريمة خالقة وهذا شخص من خاصة الجريمة وهذا شخص موضوع الجريمة بعد بعد لدارة الأولى المدنية جاءت لدارة العسكرية للشرطة وذلك من ذلك الزمن اللي عليها لا عسكر يجري وكل شخص يعرف كل خص يفهم أن هذه 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 الدول الأخرى اللي فيها رئيس جهاز الشرطة من غير الشرطة ولكن دولته دولة عريقة ما يتدخل لأن يترك للشرطة خبرتها ويقودوها يطرها هي نفسها اللي اللي يعرف أنها مهمتها هي استثباب الأمن والسكينة والهدوء في جميع الدولة في جميع طيب ياك نفهل عليكم رفضهم عن تعيين عسكري تفضل في جميع شريحة وكل ويعطالي كل كل هيئة إن أعطاه له شيء تتبعه وعندما عندما أقع في خلل يلاحظ عليها إن أعطاه له من الحتاد ومن العدو والحتاد والتكوين والتكوين هي هي الأمن خبراء ما هي هكذا ما هو عمل يدوي ما هو عمل يدوي وعمل عضلي حدته يدخل ويقود هذه القيادة راقب هذا عودة مدير مخابرات عودة كذا هو لا بد يعود هو معناه هو عملي عملي لا بد له من دراسة ودراسة وذكاء وشخص يعود ما يرعف ما يرعف ما خلفه لا من العقوبة ولا من المادة ولا من الناس اللي جنبه تعمل كل لاك اللي ما هو لاك باطل اللي ما يؤدي للخدمة هذا ما ما كان من فقد من عاد شي شي نقول لو أنا تسمح لي بعد المورديني كامل نبدأ يسمح المورديني كامل نقول ها الديمقراطية الفوضى من عند هنا التسعين أصبحنا في حكم الديمقراطية فوضى وشرطة أصبحت لا تعد هاللي نقال ماشا الوراء سمعت عن عمل هاللي تركوها بهالإدارة المدنية أصبحت كسار كهلولات وكيف الحكام وكيف الإدارة الأقليمية كلها أصبح كل كل واحد لهي بعض اللي تحت يده تحت رجله وبقيت الشرطة ما عندها حتى إلى النظام الأخير للنظام الأخير أيضا نقول لك بعض اللي تبين أنه عدد جاء جاء إلى الشرطة جاء إلى الدولة وهو ملآن من الشرطة لا فائدة فيها ولكن مشكلة للقضية أن الدول العالم كامل أولى فيه الأمن الداخلي من الأمن الخارج فيه بعض الدول كيف سويس أو كيف أي دول ما عنده ما عنده جيس ولكن عندهم الأمن الأمن هو هو الأمن الداخلي والأمن الخارج يكن النقطة أنا والمشاهدي نقصدكم عن تولي إدارة الشرطة لعسكري وهذا دائما ما يجري بأنه خلل كون يتولى عسكري على إدارة الأمن في دولة ما والله ذلك خارج في موريتان ذلك نتولى هذا العسكري أن هذا في حد ذاته خلل هذا حد ذاته ما هو خلل ولكن الخلل هو أن يتدخل العسكري في عمل الشرطة من غير أن يكون دارة عمل الشرطة هذا على العسكري على العسكري أن يدير ما هو معسكر وهو تنفيذ الأوامر والرقابة عليها والصرامة فيها أما أنه هذا يعود هنا وهذا هو الكامل تدخل في صلب في صلب عمل الأمن وعدم 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 وجوده التخصص وعدم لانهيماك في لك التخصص والمحسوب يعني لك التخصص هل هو وقع ولا ما وقع هل هو المشكلة اللي فقدته الشرطة طيب اسمح لي أذهب إلى فاصل ثم أعودوا لكم فاصل قصر مشاهدة الكرام الله ثم أعودوا لكم تكرموا بالبقاء معا الله اشتركوا في القناة شكرا اشتركوا في القناة أهلا وسلم بكم مشاهدة الكرام في الجزء الثاني من حلقة المشهد لهذا المساء والذي عفوا أن نناقش فيه التغييرات الأخيرة في جهاز الشرطة أو الشرطة الوطنية على وضع انتشار الجريمة أو ما توصف بذلك وتحذيرات بعد السفرات الغربية في أنواك شوط معادي مناقشة هذا الموضوع محمد للبار مفوض إقليمي متقاعد أهلا وسلم بك مرة أخرى طيب بشأن التغييرات والتعينات دائما يعني هناك دفعة من الأفراد دفعة على سبيل مثال 2003 لماذا لم تصلها ترقيات حتى الآن على مستوى الأفراد هذا عندهم دور حساس ودور هام والتغييرات لماذا ما يحضروا فيها نختار ونفهمها من الداخل رؤية تدارتنا من الداخل لوضع الأفراد نقول لكن كما كما أن الشرطة لها عشر ثلوات وما يجد هي ما 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 دخلها فيها لا نقصان ما فيها زيادة أيضا هي فم دفعة 2003 فم دفعة 2006 فم دفعة 2000 2008 2008 هي إلى خير هي إلى خير هي إلى خير بعد اللي نعرف من الناس اللي هم هو 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 الترقية أحفوش لها الناس البشطة بين اللي تزيدهم تزيدهم وكل زيادة يفطلحهم له كثير الآن ما وقع الترقية هذا اللي وقع في فرادهم نقلت زيادته وقع أيضا في خبر الترقية عدم الترقية لأن اللي كل مدرجة يريد أن يرأي لا بد يعرف الملفات ويطلع عليهم لكي يقع الترقية لأن الترقية تقع عن مذكرة للشخص هل هو صالح للترقية أو غير صالح للترقية وفم الدمو عجنا خلال هيثم الترقية عليهم الترقية عليهم ولكن بشرق طيب الوكيل بأشي الحق رقيب شلازمه ست سنوات عشر سنوات الوكيل بعد أربع سنوات ولكن بشرط يعود كل سنة كل سنة يرقيه مش قوله هو يعطيه ستعشر ستعشر فما فوق عندما ياربع أربع طعش أربع طعش ما يتركه ويمكن واحد يتقاعد هو وقي ويمكن واحد يتقاعد هو رقيب وهكذا ومفوض كل شخص طيب تأخر ترقيات على من يفتحكونها تأخر ترقيات عنده نوعي واحد إن الإدارة ما رأت وقت من تغيير رئاستها للإدارة العامة أو عندها مشاغل عنها من تتبع الترقية أنا أعرف في مثال قديل أنه في في زمن في سبعينات والله بعد السبعينات في الثمانينات وقع تأخير كثير من هذا وأصبح شوارط رقيب يقدروا يعد واحد في أول ورقة عدله قرارة ترقية واحد يكون في الفو في الفو لحده وكيد أو رقيب وفي آخر الورقة هو مساعد آخر درية طيب هذا سؤالي هنا تحديدا هذا التراشع لأن هذا الزمن يعودوا لهم كامل حقوقهم يعطوا لهم يغير قل ترقية الأفراد من درا كانوا ينعكس بشكل سلبي لأداءهم وحتى يفقد عندهم الحماس لوظيفتهم لو كان لو كان هاي الترقية ترقاوا وحدين وبقاوا وحدين ممكن وحدين يقول نحن أولى بالترقية بعد ذلك لذا رقعي يأخبر ما هو ولا ترقية ولكن ترقية ما وقعت ما وقعت حتى يقول هذا عام هذا عام عند وكيد إلى خبره ترقاوا عند قليل من هوضين أقليميين في العهد الجديد من هوض من هوض ممتاز إلى من هوض أقليمي هذه واقعة قليلة ولكن ولكن أسس الشرطة أساسا اللي هو الوكلاء سلك الوكلاء ينقلوا ترك الوكلاء لكي نعتنم الوقت أكثر يعني ليس كثيرا سفارة أمريكية والفرنسية حذرت عرعاياهم من التجول في بعض الشوارع العامة بالعاصمة يعني واحتمال وجود تهديد إرهابي هذا خلاصة للبيانين لكي نقتنم الوقت بالنسبة لتهديد الإرهابي هذا ما حذرت منه سفارة الوضعات التحدة الأمريكية في بيانها وبالنسبة للتشول في الشوارع هذا ما حذرت منه بيان السفارة الفرنسية في نواكشور طيب ألا يعني هذا أن الأمن يعيش مرحلة كارثية على كل أحد لا ينقل لك نقطة مهمة وهي أنا قرأت هذا البيانين هنا وأنا موجوده في نواكشور هؤلاء البيانين ما يعنون مرتاء خاصة هذا الدول الغربية وأمريكا والدول الغربية هم يتقاتلوا مع مع الشرق الوسط ويتقاتلوا مع المسلمين كلهم وعندما يهدد واحد في كوسوغو والله في فغانستان يطلب هم لأن الدنيا هناك شبكات طبعا كل دولة اللي تعرف هي أنها في المستنقع أنها تقاتل هؤلاء هي الدور تحذر رعاياها جميع الدول ولا شفتانا بعد في هذه الأيام ولا في الشرق ما شفت شي في موريتان هون يستدعي أن هناك أمن مهدد جديد بل وهذه الحقيقة نقولها الليل وعاد شهرين وهلاثة واربعة وخمسة تراجعت كرة اللصوص تراجع تراجع كرة اللصوص ممكن تخرجي طرق دفعة من الشرطة 200 شرطين لكن البعض يرى أنها بروباكندا إعلامية قامت بها إدارة الأمن ربما الجديدة وهذا الكلام لهم وليس لي يعني لصالحها فقط لم تتراجع نسب الجريمة انتشار الجريمة بألواعها خلال السنوات الأخيرة والأيام الأخيرة حسب ما يقول البعض جل المتابعين يعني النشل الضرب الطعن السرقات يعني حتى لم تقدم إدارة الأمن لم تبرر ذلك بتقديم حتى إحصائيا سجل المحاضر اليومي لدى الشرطة في أي مفوضية في أي مقاطعة من الواكشوب يعني ملي تسجل يوميا مئات شكاوى من الاعتداء بالضرب والسرقة وإلى غيري وبعدين السرقة ما تنجبر قاح نحن الآن نرق في سنة 16 سنة 11 و11 و14 أكهر الجريمة يكثى من النوع اللي قلت من الجريمة الآلة ولكن ولكن مقابلك نقول لقضية هذا عليك صحيح حنين مقابلك نقول لقضية ما هناك شيء طرأ جديد إعلى ضبط الجريمة في المهوضيات من كارة العدد والعتاد لكن حتى الآن حتى الآن لم يطرأ شيء جديد لم يطرأ الله إلا كان عزم هذه المشؤولين الآن عزموا إنهم ممكن أن يردوها ولكن ولكن يبقى يردوه بماذا لابد من وجود كثير من الشرطة وكثير من الخبراء وكثير من وكثير من من تشخيص تشخيص مهمات الشرطة وتشخيصهم في العمل في مكان العمل كي هذا يبحث عن لصوص كذا ويبحث عن لصوص كذا ويبحث عن لصوص السياسة ويبحث عن لصوص كذا هذا هذا ما ترى لماذا سرطة اللي كانت في دفعات خرجية اللامتين والله أتبع تعدل الآن في عدل الدوريات شنو فاتت الدوريات؟ هي واقفة لأعلى قدروه حتى الشوالع الفراعية والمساحات هذا بشكل عام دوريات حتى لدى الدرك يعني من المناحل اللي يجول في الليل حتى بكاميرا أي قناة أو أي ربورتاج لأعلى قدروه والله منجول هو الرأسه يشاهد عن الدوريات واقفة لأعلى قدروه توقف ديك سيارة ديك سيارة القلل شريمة تكمن في الشوالع الضيقة أو الفراعية وفي المساحات الأخرى لماك المظلمة هذا الخطأ أو التقصير ليس راجع للشرطة راجع للفكرة اللي ظنت أن القوات كلها يكفي لنتظيف على الطال كانوا الدرك واقفين على كيف تعرفون الواقف شوط مقسمة بين الشرطة والدرك والحرث وكلها في الليل ما عنده ذلك الأخر يمكن حارثين من الدرك والحرث حارثين على الشوارع هذا حارثة الشوارع هذا ما هو عمل الشرطة اللي أصلا مخطط لها فيها دوريات مخصصة لأماكن اللي فيها مظمة الجريمة واللي فيها كذابة السكان واللي فيها الناس الجياعة لأنها أكثر فيها السكان وفيها الأطراف ويضع البلاد اللي فيها الشجار يضع الشرطة كل بلاد تدخله ولكن في العوام الماضية جاءت هذه الفكرة أن الدرك يعودوا على الأطالي يتعرضين من لا سيارة اللي يوقفوه والحرث كذلك والشرطة هذه الجهود كاملة أين الجهود؟ الجهود عن عليها الدوريات اللي تمشي وهذه كل هذا إذنه خلل حسب الليلة الدوريات اللي هما لا شهر والله شعري الدوريات اللي هما لا شهر واحد والله ما يبلغ شهر حدوا حدوا أصبحوا كل إدارة جهوية ومشا لها ستين ولا ربعين تعمل الدوريات ولا بد لا بد أن يكون طرع شيء لا بد لا يعيقوا المواطنين وخضع عليهم مجود في بلاي دا والله موقفين دوتا راح وضرهم والله المواطنين باطلا وحدهم من العياء ويذكروا عن الدوريات يوخذوا عليهم في الشارع والله شهرواهم موقفين يتعشاوا والأمن وراهم فيه عياء والله السارق يسول عنه ولقى عموهم تبالين به طيب ما نكشف عن رقابة رقابة على هذه الدوريات أنها لا تقوم بواجبها الدوريات قلت عن الدوريات جديدة أفهم اللي نقول لك طيب الدوريات ما كان موجود من سرطة لعدل الدوريات هاي الله حد يعرف ودوريات الدارك اللي كانت تدور دوريات الحرض لا تكلم عليهم ولكن بعد دوريات اللي يكونون سيارات ودير الدورية الراكبة تمشي اللامعة اللامعة الشوارع والدورية الراجلة هي اللي كانوا يكاوصوا به الشرطة به الجريمة ومكان اللي ما ظنة الجريمة ما هو مكان المكان ما هو ما ظنة الجريمة تفرق دين صح. الله فماكي المكشوفة. صح. مرضانة الجريمة. كانت الدوريات يكون في مرضانة الجريمة ومكثفة ويضا يتهئوا لها من يتحدثوا عندما ايضا عندما ايضا خبراء في النهار حدوا لهم موضع مكان الجريمة لي الله يعيدوا. يكون دوريات هارية. التحسس. اتحسس المكان الجريمة والشوق عقل المفروش والخمور واللصوص تعرفهم في النار وتتجاه شورهم الدورية الليلية هذا كان هو ما ينباقي عن الشرطة تعرف حكماً أو كارل جريمة كاملة تعرف بلدها يغير هناك البعض اللي يغطوا على ذاك هذا من خلل اللي خالك ما ندرأ شن الآلية اللي يطوي عالج به قول لي ما هو الفرق بين شرطي ومفضت شرطة ما عنده ملفراد اللي عدله الدورية وبين الحاكم اللي عنده حراسة والوالي اللي عنده حراسة لكن كله مسؤولين أمنيين هم مسؤولين أمنيين كلهم ولكن قلة العدد العتاد والعتد العدد والعتاد وهو اللي ينقص من السخص عندما تعطيه مدفع وقاتل عن نفسك إلا ما قاتل عن نفسه انتر منه المدفع ولكن إذا ما أعطيته مدفع وقلت له مسي تقاتل طيب شرطة البعض براءة الشرطة أبعدت يعني من عملها وكثير مما كانت تقوم به منذ مقدم النظام الحالي. برأيك ما هي الأسباب؟ أنا عندنا تقدمت لك أن الشرطة البعد عن عملها ما وجدي حسبه من 91 والله 91 الشرطة عندما يتحدي شرطة الدول الأخرى ويأتي الموريتان يقول ما هو هو وللأيام وأيامه عن الشرطة معناها أن الشرطة المعروفة أنها عندها ضباط ونفسهم متماسكين خبراء يخطوا الأعمال ويقترحوا يقترحوا التكوين نوع التكوين اللي قال ويقترحوا العتاد اللي يجاب والعمل هذا هذا لأنه قبل هذا النظام الحالي على ضوء كل هذا الحديد على ضوء كل هذا الحديد كيف تقيم على ضوء هذا الحديد كيف تقيم الوضع الأمني الآن أنتم كمفوض القليمي متقاعد صاحب خبرة في هذا المشأل ما لقيت لك أنا الوضع الأمني بشكل عام ووهر لك عن الوضع الأمني جيد في الوقت الحالي لا يقول لها قضية نحن الحمد لله وهذا قبل كتبنا فيه مرات من قبل من قبل نعرفه الموريتانيين السعب الموريتاني كان معاون في الأمن معاون في الأمن معاون الجريم ما يفي وجاءوا إلى التسعينات ويكشي ممكن ألقاش يكون حانوت مفتوح ولا يدخلوا حال والجريم لغاية اغتيال ما أخر والبحث عن بحث عن عن فضل عن دوقية ما هو موجود ولكن كان يكثا كنا نحذر منه عقب يطراء لأن الدنيا كان يطراء ولأس يما موريتاني حتى تصبح نواكش وطعاد فيه هلهم موريتان الشرطة ما كما تعمل للدول الأخرى ما 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 واكبت ما واكبت الجديد من تطور تطور الجريمة تطور الجريمة في العاصمة وظافة الأخرى ولكن نسبيا حتى الآن هذا نجيل سؤالك حتى الآن نسبيا الجريمة في الدول الأخرى موجودة موجود الأقتيان وأمريك قاعد موجودة الأقتيان في ضربه التلاميز قاعد ينضربه بعضهم يضرب بعضهم لكن هو المشكلة الشخص عود بلاد عود ما فيها ما فيه الأمن ما فيه قاعد ما موجود فيه الأمن أمو أمو فعلاة الشخص لكن عارة أنه ما 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 طرى شي جديد في ذلك الأيام خاصة من الين وشهرين وهل هذا انتغص لكن اللي كانوا قاعد الجرائي وهو والمواقع كنا يكتبوا أغتيال كذا وكذا وغصب لكن نسبته الآن أقل من نسبته كانت المقارنة بأمريك نسبة الجريمة في أمريك مقارنة بعدد السكان في الولايات المتحدة الأمريكية يعني غير وارد مقارنة بنسبة الجريمة وعدد السكان في موريتانيا طيب برأيك كيف يمكن بناء في دقيقة يعني كيف يمكن بناء شرطة وطنية تقوم بمهامها تهد من الجريمة في دقيقة الله هذا هذا السؤال أهم سئلة هذه الحلقة لأن هذا يكون شخص يأخذ خبراء يعرف ما هي الشرطة ما هو الأمن ما هو الأمن وما هي فروع وتخطط لعمل لعمل الشرطة بجميع نواحي شرطة قضائية شرطة الأمنية شرطة الأمن الشرطة الأمن السياسي و و و و شرطة المرور قاعد لما لا أجد عندها أقرأ عندما يقول هذا يكفي كلام العدل كل مواضية العدل الأحياء وهو هم الخبراء أصلا كل قدر من الشعب عاطينه كلام الأمن يحط هذا هذا يكفي كلام شرطي وكلام عتاد ونوع العتاد كذا وهذا يعمل كذا إذن يحتاجون إلى مراجعة ومعرفة الخلل وسد الثغرات وصلنا إلى نهاية الوقت محمد البار مفوض إقليمي متقاعد شكرا شزيلا لك كان بيودنا أن يكون الوقت أكثر من هذا مشاهدة الكرام إلى هنا وصلنا نهاية هذه الحلقة من البشهد نلتقي بكم في حلقات أخرى اشتركوا في القناة